دكتور زاكار نتواجد الآن في متحف اللوفر في باريس والذي يحتوي على واحدة من أهم مجموعات الآنية الخزافية التي تعود لإقليم الشوشان القديم دكتور هاريس إقليم الشوشان القديم الذي يعود لحوالي 6000 إلى 4000 عام قبل الميلاد هو دولة إيران حاليا ننظر الآن إلى وعاء جميل مزخرف بأشكال حيوانية وأنماط هندسية إذن قبل 6000 عام في بداية حقبة العصر الحجري الجديد والحقبة التاريخية قبل إقامة المدن الكبرى في بلاد الرافدين وفي الحقيقة هذه المنطقة خلال فترة معينة من التاريخ أصبحت سياسيا جزء من جنوب بلاد الرافدين أي مدن الوركاء لكن عام 4000 قبل الميلاد لا يزال ما قبل التاريخ ننظر الآن إلى أشخاص عاشوا في وادي نهري خصب جدا وقاموا بطلاء آنية جميلة ودفنها في مقابرهم في عام 4000 قبل الميلاد نعتقد أنهم قاموا ببناء قمة مرتفعة وأنشأوا معبدا عليها وتمت الصيدرة على المنطقة بأكملها باستمرار لمدة 5000 عام وبالتالي يوجد تراكم غير معتاد لكن عند الحفر بتعمق نحصل إلى هذه الأوعية ولأن هذا في فترة ما قبل التاريخ أي قبل الكتابة ولا ترد وثائق تشير إلى سبب دفن الأموات مع الآنية كانت معتقداتهم وديانتهم تتجست في أن الآلهة التي عبدوها في المعبد المقام على الجبل وحصلنا على آنية جميلة جدا هذه آنية مصنوعة يدويا من الطين وتم طلاؤها إنها ليست سميكة وليس لها مثالية الآنية التي يتم صناعتها بواسطة عجلة الخزف على الرغم من أن بعض علماء الآثار يعتقدون أنه ربما تم صنعها بواسطة عجلة بطيئة مع أن آخرين يعتقدون أنها كانت يدوية الصنع بشكل كامل وفي كل الأحوال تم طلاؤها يدويا تمت موازنة الأشكال الدائرية بواسطة أشكال خطية أي تمت موازنتها بأشكال هندسية لها حواف كالمستطيلات تم ذكر الحيوانات لكن النوع الأكثر وضوحا هي الماعز الجبلية حيث تحتل المستطيل الكبير وتم صنع جسدها من قوسين لحصول على هذا الشكل الهندسي لكن قرون الماعز هي الظاهرة أجل إذن هذه ليست صورة طبيعية لماعز الجبل لأن الجسد يتكون من مثلثات هذه صورة نمطية جدا لهذه الأشكال الطبيعية مع ذلك توجد سفاصيل حقيقية هنا حيث يمكن تحديد لحية الماعز وأذناه وأنثى حيث يجب أن توجد عيناه يمكن رؤية الذيل ويمكن رؤية هذه التفاصيل في حيوانات أخرى موجودة هنا وأعلى المستطيل الذي يحتوي على الماعز يوجد شريط يلتف حول الإناء وبه كلب يشبه كلاب السلوق هذا كلب نحيف جدا ذو جسد ممتد ربما هو مستقي أو يجري وأعلى ذلك توجد ضيور مهاجمة لها أعناق طويلة للغاية تتماشى الأعناق مع رأسية الإناء وتتماشى دائرية القرون مع الشكل الأسطواني للإناء كما أن طريقة عكس هذه العناصر الهندسية لشكل الإناء ذاته رائعة ويوجد تكامل رائع بين الجسد التصويري والجسد الفعلي للإناء وانظر إلى كيفية التفاف ذيول الكلاب في الاتجاه المعاكس لقرون الماعز الجبلية لكن توجد أجزاء أخرى لن نستطيع تحديدها وهي أنماط متقاطعة لها أشكال ذات زوايا في الوسط وتبدو كالغرز الموجودة على كرة القاعدة ونشاهد تكرار ذلك الشكل على أنية أخرى لذلك ربما له معنى وفي الحقيقة ربما تمتلك الحيوانات ذاتها معنا أو ترتبط بأفكار أخرى كالخصوبة أو الماء لأننا نعلم أنه تم ربطها لاحقا في بلاد الرافدين القديمة هذا صحيح لكن لا نعلم إذا ما كانت هذه المعاني في إقليم شوشان ربما يبدو الإسم شوشان مألوفا لأنه لاحقا يظهر في نبوءة النبي دانيال ويظهر في كتاب السفر استير بسم سوسة أو أحيانا شوشان في الحقيقة سبب العثور على هذه الآنية هو بحث أحد علماء الآثار عن قبر النبي دانيال وعثوره على هذه المقبرة بحث أحد علماء الآثار عن قبر النبي دانيال ترجمة نانسي قنقر